احد اهلنا ايضا يحدثنا عن اضافات اخرى او مطالب اخرى للاهالي هناك ايا فندم سماء حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله 15 مايو المجاورة الثالثة فيه اهلا بيك اتفضل يا فندم طبعا احنا بقنا اللي وردنا من قدامنا واخنا اشتغلنا في 15 مايو عشان عندي طالبة في كل جميع الجامعة الهلية انا رأينا في الان ذا لمواصلات مدينة الجامعة ولا لقيين مواصلات نركب ولا لقيين اي خدمات لا فيه صرف متاحي ولا فيه ولا فيه مواصلات داخلية ولا فيه تلفون ارضي ولا لديك عشان طبعا اطلبت جامعة ومحتاجين بالنيت اكثر من اي حاجة تمام فاتك؟ تمام فاتك ولا فيه واحدات صحية طيب موضوع حق الانتفاع وزيادة التزعير فيه فندم ده دقته ايه؟ انا انا مطعم اشهاري وقرأ عشان اودت بنت الجامعة كل يوم تكتك بردين جنيه وقرأ انت فاكبان اي اي انا احبطت اللي اني بيعت بيعت اعملت كله عشان ارسطين شقة عشان اتكون جنب الجامعة وجنب الجامعة ومشان الان مواصل طبع دينت من ابن المدينة تودها الجامعة بجب تكتك بخمسين جنيه ومينة او خمسين جنيه ومينة اكتهاد طيب مطالبك العجلة ايه فندم مطالبك العجلة اللي هي ملحة جدا هذه الفترة مرخصين خمسين مقرباز اقول له سبع راكت سبع مجلس المدينة مش اغالينهم لحسابهم في اماكن خاصة بهم يعني اعزيل خمسين مقرباز ده اومة او خمسين العربية المرخصين لنجلس مدينة الجامعة ينتشرف المدينة انتشرف مية وزايد لان انا عندنا طلبة بتطلع الجماعات وعندنا طلبة بضع المدارس وعندنا طلبة بتطلع السوق عشان اروح السوق بطلب فتكتك بربيعين جنيه عشان اروح اجلسوق الطلبات للبيت احنا في منطقة لا فأسوق ولا فأوعد الصحية وملينا نموس وملينا غاب وملينا بعوض وملينا السحاج وملينا كلاب ضالة اكلمته للليل اذا فوق العمير عمالات مش عيشة والله ما احنا عايشين نعيش ادمية قادمة والله العظيم ما احنا عايشين والله العظيم ما احنا عايشين ويه دلوقتي يقول لك عايزين نضعف حق الانتفاع ليه